هتملأ بيتك بالرزق وبالخير مهما كان الرزق والخير جليل في بيتك تعالوا مع بعض نشوف الوصفة دي لو مش منصدقاني جربيها بنفسك نتيجتها سريعة جدا جدا كل اللي استخدامها بعد ما كان بيعاني من ديك في الرزق أو مشاكل في البيت انتهت كل المشاكل دي الرزق هيكون وفير في بيتك والخير هيملأ بيتك ويعوم تعالوا مع بعض نشوف الوصفة دي ونشوف كمان استخدمنا فيها ايه ياريت ما تنسوش تسيبوا لايك للفيديو وتشتركوا وكمان تفعلوا زر الجرس واللايك ده بيدعمنا نقدم لكم المزيد فلو انتو حبينا نستمر معاكم ياريت ما تنسوناش وتدعمونا بلايك لكل فيديو تشوفو السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة هقدم لك وصفة هتخلي بيتك كله يكون الرزق والخير فيه وفير جدا وكمان هيتملي بالسعادة وبالهنى وبالخير وكل المشاكل هتنتهي لو عندك مشاكل مستمرة او عندك مشاكل بين ولادك وبعضيهم مشاكل بينك وبين زوجك زوجك كده اول ما بيدخل البيت بيحس نفسه مخنوق فدايما صوته عالي او دايما انت كمان في عصبية وصوت عالي مع ولادك حتى لو انت كنت يعني في بيتك وسط اخواتك والكلام ده كله وفي مشاكل بينك وبين اخواتك هتلجي كل المشاكل دي انتهت تعالوا مع بعض نشوف المكونات دي اللي لو مش مسدقاني جربيها جربيها مرة واحدة وشوف الفرج والله العظيم هتدعيني اول شيء هنعمله او اول شيء هنستخدمه في الوصفة دي احنا عندينا شوية مية كده هنسمي اللي عليهم والمية دي تكون ليك يعني حطاها كده في حاجة بلاستيك تمام لمدة 3 ساعات تسمي اللي عليها وانت بتجلب قبل ما تستخدميها في او قبل ما تحط فيها المكونات هنجيب حوالي بصوا يعني كفة ايدك مليها كده من من الملح الابيض وحطيها على المية وابدأ يجلب يجلبي لحد ما تلاقي ان الملح ده بكل الملح في المية مش باين ابدا حاولي على كد ما تقدري ان انتي تدوب الملح كويس علشان هنحط فيه مكون تاني خلاص كده زي ما قلتلك املي كفة ايدك وحطيها او مثلا بمقدار 3 معالك كبار من الملح الابيض لو عندك طبعا الملح الخشن او الملح البحري يكون افضل بكتير بعد ما حطينا الملح كده والمية هتروج معانا وبرضو احنا بنجلب برضو نسمي الله اسم الله دايما في كل حاجة بيزيدها بركة وبيزيدها خير بعد ما جلبنا المكونات دي زي ما انتم شايفين كده والمية بدأت تصفى بسم الله ما شاء الله كده هو هبدأ احط المكون التاني المكون التاني طبعا في ناس كتير بتقول لي او هتكتب لي هتقول لي ما انا باستخدم المية بالملح وبيستخدمها بطريقة زي دي ومش بتعمل حاجة ومش بتأثر معايا خد يبالك مش كل مية بملح ممكن تأثر في بيتك او تدخل الرزق بيتك او تمنع المشاكل المية بالملح لازم يكون فيها اي معدن هتديب لي معدن او خاتم معدن او حتى عملة معدن او اي شيء معدن نظيف كويس خالص مفوش اي صدق وابدأ احطيه في جلب المية بالطريقة دي اللي انت شايفها طبعا الوصفة دي مش هترشيها ومش هتملي بها ارضيات بيتك ومش هتحطيها في مية غسيل الارضيات او مش هتحطيها على جسمك او على شعرك او كل الكلام ده لا الوصفة دي بعد ما حطينا الملح ودوبناه كويس وسبناه صفا كده هو يهدى وحطينا فيه اي شيء معدن زي ما اتفقنا اي حاجة معدن هتبدأ اتخذيها حب بس قبل ما اقولك هتعمل فيها ايه الموضوع اللي انا بقولك عليه اللي هو ناس كتير بتقولي انا باستخدم الملح والمية بطرق كتير ومش بيجيب معي نتيجة الملح والمية دي افضل طريقة ليه دي افضل طريقة ليه خلاص فلو انت بتستخدميه بالطرق اللي كنت بتشوفيها زمان وبتستعمليها زمان انسيها لازم المية تحط فيها معدن وتسيبي الوقت اللي هقولك عليه ده وزي ما اتفقنا الوصفة دي مش هنرشها لا على جسمنا ولا على الارضيات الوصفة دي هنسيبها كده زي ما انتم شايفين لمدة يوم وتاني يوم هنجددها ونحط فيها معدن وتالت يوم هنجددها ونحط فيها معدن انا عايز اقولك ان انت هتسيبيها في البلاستيكاية دي وفي ناس بتسيبها كمان لمدة 3 يام لو انت حابت سيبيها 3 يام وهي في قلب المية كده هو المعدن والمية في بولا بلاستيك او اي شيء بلاستيك لمدة 3 يام سيبيها عاوزة ان انت الموضوع ينتهي خالص هتجدد المية دي كل ما يعدي يعني مثلا عملتها النهاردة بالليل بكرة بالليل تجدديها وتاني يوم بالليل تجدديها وتالت يوم لحد ما يعدي 3 يام خلاص ولو انت سيبتيها ما جددتهاش بنفس الطريقة كده سيباها وعينها في مكان نظيف ما فيش اي يعني ما فيش اي ايد هتروح لها كمان هتنفى طيب لو انا عاوزة الموضوع ينتهي خلاص نهائي وكل المشاكل دي لو عندي ابني حتى مش راضي يشتغل او ما فيش شغل في البيت او الكلام ده كله لزوجي ومش راضين يشتغلوا او ما فيش شغل قدامهم اساسا تمام هتعمل الوصفة دي لمدة اسبوع علشان تزيد رزق البيت وكمان رزق الشغل والعمل لزوجك ولولادك وليك خلاص كده فاغلب اللي استخدموها بصراحة وللأمانة استخدموها اسبوع 7 يام لكن انت في 3 يام هتجيب معاك نتيجة باذن الله وكله طبعا باذن الله وبعد ما هتستخدميها وبعد ما عملت كده هتبدأي تاخد الميا دي وتحطيها في اي حاجة وترشيها في مكان بعيد عن بيتك في مكان بعيد عن بيتك والمكان ده يكون فيه تراب ما يكونش بلاط او سراميك يكون تراب علشان الارض تشربوه بعيد عن بيتك نهائي هتبدأي بعد المدة اللي قلنا عليها ترش الميا دي بعيد وتاخد المعدن اللي فيها طبعا اه لو خاتم او اي شيء عادي ممكن تخسره وتستخدميه ممكن ترميله وهو ملهوش اي لازمة عندك خلاص كده اتفاجنا ده كل المتعلق عن عن الوصفة وبالوصفة مكوناتها سهلة وبسيطة جدا وطبعا زي ما انتم شايفين لان دي وصفة طبيعية ما فيهاش اي شيء من برا او حاجة كده سهلة وبسيطة زي ما انتم شايفين هتكرري الموضوع ده لمدة سبعة يام اسبوع سبعة يام عديهم على ايديك وكل المشاكل اللي بتعاني منها سواء في الرزق او في الشغل ما فيه شغل ليك او لزوجك او لأولادك عندك ابنك دايما تعبك في موضوع الشغل ده هتلقي كل المشاكل دي تحلت الرزق هيدخل بيتك وهيملى بيتك ويفيد تمام فلازم تستخدميها لمدة سبعة ايام وانت بتاخد المية دي وتجدديها كل يوم والمية دي زي ما قلتلك اتخلصي منها ولكن بعيد عن بيتك اي حاجة طبعا مش فاهمينها او اي حاجة انا نسيت اقولها ممكن تسيبوها لي في التعليقات تسألوها في التعليقات وانا بازن الله هرد عليكم مش هبخل عليكم ابدا بالرد طالما الرد مش موجود في الفيديو او الرد انا جادر ارده بازن الله خلاص اه طبعا وانا بطول في الفيديو ليه بجأ عشان بقول لكم كل حاجة عن الوصفة